الضعف اللي يعاني منه إلتحاد تونسي للشغل هو كذلك يساهم في إضعاف الحالة التونسية يعني الأصل فيه أنه مقابل حركة نهضة كمكون حزبي السياسي ثم مكون اجتماعي أساسي هو الأساسي حقيقة أنه الاتحاد لعمل تونسي للشغل ولكن المعاناة اللي يعاني منها اتحاد لعمل تونسي للشغل أكبر من المعاناة التي تعاني منها حركة النهضة ولو يستعيد الاتحاد لعمل تونسي للشغل عافيته لكان طريقنا عادة الحرية والديمقراطية أقصى نعم بإشارتك إلى المكونين الرئيسيين النهضة وعاية دستورية وحكيت على اتحاد العامة والشغل ما هي مساعة حالك النهضة في محاولة تقارب على الكثتين على أمل تغيير الوضع السياسي طالما أنهما على أقل الزوز الآن منتقدان وبقوة وبشدة للوضع السياسي في تونس حالك النهضة يعني تفتح أيديها للجميع وواضح أن اليوم التقاء حركة نهضة مع العائلة الدستورية أوسع من التقاء كمكون حزبي والسياسي أوسع من التقاء مع مكونات الاتحاد العامة والتونسي للشغل بالنظر إلى أن جزء من المركزية النقابية ينتمي إلى المكونات السياسية الاستقصالية للأسف في تونس فلذلك ولكن مثل ما قتلك الخلل الذي تعاني منه تونس اليوم يقود لأن العائلة الدستورية ما زالت ما نزمتش يكون عندها مكون حزبي أساسي بل كان عندها حركة نداء تونس ثم عبرت قلب تونس عن عن هذه العائلة في مرحلة أساسية كمكون أساسي بالطبع ظهر الحزب الحزب الحر الدستوري حزب الحر الدستوري حزب الحر الدستوري هذا أمر لا أستطيع أن أتحدث عنه هذا شأن العائلة الدستورية ونحن كحركة كحزب سياسي معنيين أولا أن يكون عندنا خط سياسي وطني نحن الآن نشتغل في إطار جبهة الخلاص ونعتبر أن كل من يقاوم الانقلاب ويدعو لي ويعمل على العودة الديمقراطية ودولة القانون الحريات نحن مستعدين نلتقي معاه كان دستوري ولا قومي ولا اشتراكي ولا شعوعي ولا معناها غير ذلك ولكن على مستوى التحليل كما قلت هذه مكونات موجودة في المجتمع التونسي ثم زوز عائلة كبيرة الإسلاميين وتساترة اللي هما زوز عائلات محافظة معناها في انتماءها للإسلام ثم عائلة صغيرة في العدد ولكن عندها نخبة مؤثرة بما أنها هي التي قادت البيروقراطية بتاع الدولة منذ بورقيبة وإلى بن علي وهي اللي عندها مكونات المجتمع المدني موجودة في المكونات المدنية الاتحاد والرابطة والتحقوق الإنسان والمحامين عمليا حتى احتكروهم فهذه العائلة الثالثة وأن مقدر أن الاتقاء بين العائلات الثلاثة هدية هو ضامن لانتقال تونس من محالة الاستبداد إلى محالة الانقلاب وأن وجود تعاقد بين العائلات الثلاثة هدية تعاقد سياسي هو اللي يضمن لنا قدرتنا على تكوين ديمقراطية أقوى من الديمقراطية اللي أسسناها خلال عشر سنوات انتعاد الانتقال الديمقراطي نعم